وفي مكان آخر للتوتر في العالم حيث أطلقت كوريا جنوبية والولايات المتحدة ثمانية صواريخ باليستية ردا على إطلاق كوريا الشمالية العدد نفسه من الصواريخ الأحد بحسب ما أعلن جيش الكوري الجنوبي وقالت هيئة الأركان المشتركة أن البلدين الحليفين أطلق صواريخ من نظام الصواريخ التكتيكية أرض أرض على أهداف في البحر الشرقي المعروف أيضا باسم بحر اليابان وتأتي عملية إطلاق هذه الدفعة من الصواريخ ومدتها عشر دقائق غدات إطلاق بيونج يانك ثمانية صواريخ باليستية قصيرة المدافع عقاب تدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا جنوبية والولايات المتحدة شاركت فيها حاملة طائرات أمريكية وقالت جيش الكوريا جنوبي في بيانه يدين جيشنا بشدة سلسلة الاستفزازات بصواريخ باليستية من جانب كوريا الشمالية ويحضها بشدة على الوقف الفوري للأعمال التي تزيد التوترات العسكرية في شبه جزيرة